صباح الخير وقالها وسهلا فيكم بحلقة جديدة سبوت اون وينما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان صوت الغد استراليا وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصة فيي حلقتها لليوم كل سنة عن سنة بنترة لانه توقعات هالسيدة بيزبطوا تقريبا بحدود 80% اذا ما بديقول 90% و95% سيدة قطرت تقصر كل العالم ببيوتها وما زالت لليوم محط انظار كل الناس مش بس بلبنان انما عالميا طلعت على اهم الشاشات وما زالت بكل توقع بتفاجئ الكل لانه بتقول امور اوقات مش سامعين فيها بعد كم سنة بنسمع فيها هي اللي بتعرف بالمستقبل هي اللي بالالهام قدرت تكون سيدة الالهام بكل ما للكلمة من معنى بعد سنة من مقابلتنا السابقة وسنوات اكيد ومقابلات كمان كانت من تحضيري على التلفزيون بقدر اقول انه هالشخصية هي شخصية استثنائية ما في حدا بنفسها ولو في اشخاص بيقوموا بنفس الشي وبيعطوا توقعات ليلى عبداللطيف نجمة نجمة تلفزيونية صنعت اسم عبر السنوات وما زلت لليوم اسم قلت انا انه ما بقى ينافس حدا لانه صعب يكون الواحد بمنافسة ليلى عبداللطيف بكمية التوقعات اللي بتقوليها بالاسماء اللي تصدق معك وحتى بالاسماء اللي بتقوليها لبعد سنوات لا تصير يعني بعدين اليوم بشوفوا على الانستغرام طبعيك وعلى سوشال ميديا فيديويات من تاريخي اشهد عم تصير هلأ رغم كل المحاربات يلي عم تتعرض لليلة ليشوهولها صورتها بكم توقع يمكن انت بيكون قصدك تعطي امل للناس بيحورولك حديثك وبيك دولة غير مطرح صباح الخير صباح النور اول شي بنا نقول صباح الخير للمستمعين ولمشاهدين اللي عم بيشاهدونا يعني ويسمعونا ان كان من لبنان او خارج لبنان وبدألك يعطيك العافية يا رالف على هالبروغرام الحلو والله يقويك يا رب انت حبيب تقريب انا بس بدي اقول انه انت جاي من السفر خصيصا كرميل هاي دي المقابلة كرميل تنسجلة وترجعي بعدين مسافرة مزبوط اسم الله عليك من لبنان للعالم العربي من العالم العربي الى الدول الاجنبية عم تتنقل ليلة عبداللطيف وين ما كان اي صحيح ليلة عبداللطيف اول شي خبريني ولادك اخدين لك كل وقتك قبل ما نحكي عن توقعات وقبل ما نحكي عن اي شي تاني بعرف انه فهد نعم اخدلك وقتك وزينة اخدتلك وقتك التاني ونحنا صرنا برحلاش عم نتلقت فيك تعرف الولد نحنا نقول انه بس يكبر بيعتمد على حاله كذا وبيتجوز وبيعتمدوا على حاله على اكيد بيضل الولد بيحتاج لامه او البنت تحتاج لامه لو شو ما كان وانا يعني كل عمري انه وقفي معون وحدون وبس يحتاجون بيلاقوني اكيد ليلة بدي احكي معك عن ليلة الام ليلة نسمعك عم تحكي عن امومتك عم نسمعك انا بعرف قدي تعبته وبعرف قدي عم بحكي على الهوى انا بعرف تحت الهوى قدي ليلة بشوفها كل الوقت على التليفون فهد هلأ بعد شوية زينة وبشوفهم معك موجودين بكل المناسبات حدك شو الشي اللي انت خسرته بطفولتك من يعني كان بديك تخديم من عيلتك من امك عواتي لأولادك هو اللي خسرته بطفولتي انه لانه عاشت بنرجع بنقول رالف مدرسة داخلة كنت بعيدة عن الماما عن اخواتي عن باية توفى كان عمري سبع سنين فما عاشت بالعيلة اللي مفروض واحد يعيش فيها بعيلتي ما عاشت يعني فت عمري سبع سنين ثلاث عمري عشرين سنين فمنشان هيك انا هلأ بحس انه عائلتي هنه فهد وزين عائلتي هي امي اللي انحرمت منها من السنين وقت كنت بالداخلة مسئلتي بتاعتها الهامن كتير يعني كانوا بعضهم اولاد صغار بتاعت الهامن لانه انا يمكن شي طبيعي يمكن مش طبيعي ما بعرف ما بقدر شوف مثلا ابني يعني او بنتي هيك في شغل يزعجتهم او ممنوع ينزعجوا ممنوع يزعلوا ممنوع يوقف شي بحياتهم هيك شي مرة صار شي هيك وصلا خبروك مثلا شخص تزعجن وتصرفت انت يعني استشرسة الام اللي بليلة ايه يمكن الحمدلله انا فهد كتير عائل ومحبوب كتير وطيب وزينة نفس الشي بس يمكن اي مرة كانت زينة صغيرة يمكن عمرها شي 8 سنين وكنا باحد المطاعم فهي قامت عن الكرسي وبدت تفوت على الحمام ففي شغيل بقلب بالمطاعم اه ايجا عم بقلا ومدي انو عم بقلا لزينة هيدا الحمام هون ام اه ومشي وراها يعني فزينة استحت اه صرخت صوت انو بدت تفوت على الحال انو فل ركضت لعندي عم جارب يتحشر فيها يعني لأ مش تحشر فيها انو جرب انو انو لحقة ايه على باب الحمام يعني كان عمرها 8 سنين وزينة صرخت ضلت جاي لعندي اجت ماما قال هيدا الهلان انو بدي فوتا جات انا فوتا وشفته لهيدا ايه لأ هو مسيك لا ايدا يعني لا يفوت على المسيك لا ايدا 8 سنين مسيك لا ايدا هو بس لا يدله وين الحمام هي خافت لما مسيك لا ايدا لا يدله وين الحمام ركضت لعندي وقمت انا كانت الماما معي امي بلشت فيه وانا بلشت فيه مؤخرا شفناك بمسئلت مسئلت ورد بمصر بالصومبي بالغرداء كنت بلجنة التحكيم ولكن اثرت الجدل لانو عرفت اسم الملكة من اي بلد مش اسمها من اي بلد قبل ما تنعلن النتيجة علما انه كتبتها على ورقة واعتقتيها لارزان مباشرة هيدا شي صار على ديم الناس وعلى مباشرة بتحطي حارك اوقات بمطرح يمكن يسبب لك احراج واخر همك يعني لو ما انا اشيت معك كانوا لقتوا عليك فيديو وكان صار احراج كتير كبير ديم كل العالم مباشرة مظبوط وعلما انه النتيجة فعليا يعني انا كنت بهذا الايفان لاخر ثانية ما كان حدا معه ولا اي خبر يعني اذا بدو حدا يحط عليه متستفهم ليلا كيف عرفت ما في حط كلهم كنا عم بقولوا طبع ايطاليا وارجنتين وكلها الاصاص انت الوحيد اللي قلت الهند يعني حتى ما كان من جيب سيرة بس انا بقلك دايما رالف احيانا بقبل التحدي يعني احيانا بركز لقبل التحدي اللي ان كان قدام الناس وشفت انه وفاجأ اي كرادور في لا عرفية على الهواء فاجأني في علنان وفي ناس حدي صار يحمصوني يلا ليلة يلا ليلة اللي لنا مين او حطي مين او اللي كانوا الجمهور اللي كان قاعد بالحفل فايقولولي ازا بتعرفي يلا يلا انه هيك ستصر فكانت بخع ازا ما ازا ما عرفت اكيد فلقيت الحماس طب لو ما نقشت معك ولقيت الحماس والتحدي شو كنت عملتك على قصار كنت زعلتك يعني ليلة بسؤال انا بعرف انه انت بالفترة الاخيرة شن حملات هجوم عليك وتنمر بشكل كتير كبير ومبرمجين من جيش الكتروني ومن اشخاص معروف من انه وانت بتعرفي مين ومع انه ما عم بتحكمين انت معقول كنت بسبب هيدا الفيديو ينا عمل عليك حرب بس تصير هيدا الحرب بتزعل بتبكي بتيقسي لا ويه ما في شي بيبكيني انا الاولادي وامي انا ما في شي بالدنيا ما بتعصب ولا بعصب يمكن من زمان اول ما بلشت ايه كنت اتأثر بس بعدين لا لانه لانه انا ما بهمني بصراحة ما بهمني مين بيعمل هجوم ومين ما بيعمل هجوم لانه بدي اقول لك شغلي بالنهاية انا اليوم مرة حكيت حكيتها عبر تلفزيونات وعبر الازعات بس الناس بعض الناس مش كل الناس ما عم بتفهم هالشي انه انا اي واحد بتوقع بالعالم اي واحد من نسترداميوس لسيلفيا براون لكل العالم اللي بتتوقع ما في حدا بيصيب مية بالمية ما في حدا ما في حدا ما حدا كامل الا ربنا وبدأ اقول لك شغلي ما في انسان مخلوق على وش الدني اجريه على الارض الا ما بيتنمر عليه ما في ما في جب لي حدا ما تنمر عليه من زعمة من رؤسة من اللي بدك ايه ما حدا ما بيتنمر عليه وانا قبلاني بالعكس انا بقول لهم انه قبلاني ثمانين بالمية من طوقعات تصير عشرة من انطر وعشرة ما تصير وين المشكلة طب الشخص اللي عم بيحاربك ليه ما عم بتعمليه بالمثل الشخص اللي عم بيحاربني ليه بدي عم له أنا ما بتطلع لوراي ما بتطلع لقدام يضلون يحاربوا من هول لمية سنة كل ما انا عم بتحارب يعني انا عم لطلون عقدة وناشحة وقت البطلوا يحاربوني يعني انا ماني ناشحة ليلة عبداللطيف هي صديقة الاعليبيين صديقة الفنانين الممثلين السياسيين صديقة الكل شو صر انه كلهم بيجتمعوا على صدقتك يعني نيشان ريمان جيم رودولف رجا كل يعني اكتار الاشخاص يلي بيحبوا ليلة ليش وبغير مطارح ما بنشوف هيدا التجمع وعند غير ناس نعم لانه انا كل اللي اشتغلت معهم كان فيه مزدقية يعني كان فيه مزدقية لقلهم اول شي ومعهم وعشرة وبعدين انا يعني بحبهم يعني بعملهم زي ولادي كلهم انه منصير اصحابي كتير هني ما بيبعدوا هني لما بيضلهم انه الليلة لانه بيقدروا يجيبوا حدا تاني بيتوقع بيقدروا يفتشوا على اشخاص بتتوقع بس انا يعني بعرف اول شي كيف كيف بعمل حلقة معهم كيف بعطي التوقعات والمزدقية يمكن هيدا السبب يمكن هيدا السبب بعدين كلهم يعني كلهم يصير اصحابي فوتوا بيتي ما بتقولي شو بدل فيهم هو العالم العايشين تحت الاضواء يمكن مش كلهم اوفيا واكيد انت تجربتي من اشخاص ما طلعوا اوفيا معي في انت كمان رفقة معك ما نذكر ننسى حدا يزعله منك ده احمدية توني خريفة كتار يعني ما بدل نذكر حدا وحدا لالو ولا مرة بس اذا حدا حكي عنك بطريقة شوي هيك ازعجتك بتزعله يعني انا بزعل على عشرة نحنا مسلا ما زعلت من نيدال وقتها طلعت معتوني خريفة لا لك ما بزعل لانه بدل لك شغلة لانه ما هيدا الاعلام في الحلو في المر متل ما بقوله يعني قلم بيكتب كلمة حلوة وقلم بيكتب كلمة متل ما بقوله بشع بشع مزبوط بس ما هو ما في شي يعني انا الست نيدال كانت هي اول وحدة امنت بتوقعاتي وعملت كذا مقابلي معه وقالت ليلة اول وحدة توقعت لكورونا وعن قصة الرئيس بشار الاسد انه باقي من 2011 وانا ما بقوله انه يعني كل اللي قلته مع الست نيدال كله صار وحتى هي حرام بتنزلي توقعات اللي قلته وصارت بس انا بقولك احيانا يمكن شي بيزعج انه ليلة لازم انه بس يبعت وراء تلب الدعوة مش هيك بيزعله الاعلاميين اي اذا انت قلت لا لحدة وقلت ايه لحدة تاني مع انه غيري ما بيطلع يعني في ناس ما بتطلع عرفت انا بالعكس كذا مرة بطلع معهم انا كذا مرة بطلع معهم وهنا بيعرفوا انه هالشي يعني يعرف ولا مرة قلت لهم لا بس انا في شغلي انه انا اتعبت على اسمي وكنت اعطي وما استفدت بشي يعني كنت اعطي توقعات واطلع وما في استفادة لالي كان مديا عم نحكي ايه مديا خلنكون صريحيا انا هلأ عندي كناتي الخاصة كناتي اليوتيوب الخاصة بليلة على قناتي الخاصة طب وين المشكلة كلهم فيهين مواقع وكلهم عم بيستفيدوا من مواقعهم لا انا ما بدي افتح موقع خاص فيني بعد كل هالسنين هيدا شي بععدك عن بعض الحلقات التلفزيونية صرت تطرف ذاك رمالت يكونوا الحصريا لليوتيوب رالف انا يعني انت بخيار منك عمقول انت عم بتبعدي ما بعد يعني انا اوكي راس السنة عم تنعمل على التلفزيون كمان مثلا اذا طلبوا مني مثلا حلقة خاصة عن الكويت عملت حلقة خاصة عن العراق عملت لبيت تلفزيون العراقي حلقة خاصة عن الامارات لبيت قناة دفرة بالامارات يعني انا بمصر نفس الشي مش عم برفض بس انه يعني بالسنة مرة بس مش انه كل فترة اطلع عمل مقابلات البرامج كلها البرامج كلها بده ليلة يعني انا بكون قاعد ان كان بالتلفزيون او ان كنت معيك بلاقي تلفون عيام يطصوا في عيام بتتلاقي اتصالات بده نيكل لكل البرامج بطلتي بس انه ليلة بتتوقع من الطبع ليلة عندها ستوري ليلة مهضومة ليلة بتجيب جمهور بتجيب ريتنج اعلى ريت بننجح حلقة بننفس حلقة تانية بنجيب ليلة عبداللطيف هيدا شي عطاك باور اكتر اي عطاني باور اكتر يعني انا ما بيكذب عليك بقولك انه كانت تجربة حلوة دي ولمشاهير وطلعت دي ولمشاهير طلعت برنامج طبخ كمان حتى طلعوني فانا ما عندي مانع بس قصت انه انا اذا طلعت مثلا مع رالف مش تزعل فلاني او يزعل فلان اذا طلعت مع رجا اذا طلعت مع رودورف اذا طلعت مع الاعلامي نشان مع ريمان جيم مع كل اللي بحبهم انا كلهم بحبهم ما لازم حدا يزعل انه انا طلعت هون عرفت لي بدون يزعلوا يعني انا انه ممكن من محبة لا انا بلبي يعني ما فيني مثلا اذا 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 انت نفضد شخص طلبني على احد تلفزيونات وقال له لا انا تلفزيون لبنان طلعت عملت عليه من سنتان يمكن مع شادي ريشة مظبوط فما عندي مانع بالعكس في حدا حافظي كارشيفك قد لا ما عندي مانع مع الكل انا من النوع اللي بحب ان اطلع لبي الدعوة بالاول لو ما بيحبوني ما بيبعتولي دعوة هاي اول شي بس في ناس مسلا بقول لك ليلى لأ شو بدك ما تطلعي مسلا مع فلان او مع فلان نو مسلا بعدين بيزعلوا ما انت بتحتار انت شو بدك تعمل هلأ عم بحس انه لأ انا بفضل انه جمع 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 على رأس سنة اني اطلع على رأس سنة على التلفزيون هي ازبط بتكون ناس متشوقة بيكون حلوة بنص السنة مثل هلأ اليوم حلوة بنص السنة ايه اذا طلعت كمان طوقات حلوة بنص السنة خاصة انه بيكون في تطورات كمان جديدة على سعيد العالم بدي احكيك عن العين يعني انا طلب مني انه اطلع اعمل حلقة انتخابات على احد التلفزيون من قبل عملتها مع ريما كاركي صح على الجديد على الجديد عملت عملت حلقة كانت تلتة رباعة يعني فينا نقول كانت 8% زبط كلهم زبطوا مع فحسيت انه انا يعني حضرت 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 بس عم بتعب انه اطعبت على الفاضي انه ما عم بياخد حقي فتنطلب مني هالسنة بس ما كمان عاتوا شهرة للايرا عبداللاطيس اي بس بدي اقلك شغلي انه انه انا بعض بحضر وبتعب فاذا ما في استفادة انه بتاريخي عشان كنتي تقبضي اي مضبوط وحتى تلفزيونة اللي برة قبضت بعمل على صح على الاكني اللي برة بتونس كلهم انه بيدفعوا لي هاي درعين اول شي قدي بتقيمني بصائبة العين طب كبرتيها اليوم رقات شكله في عيون كتير عليك لا يا عمي لا لا بس انا بحب هيك شيء اوريجينال يعني الحسد والعين مسكورين في ناس كتير عيون عليك في ناس كتير ما بيحبوا ليلى اي طبعا كل واحد الله خلقه على هالدنى عنده ناس بتحبه وعنده ناس بتكرهه مين النسبة الاكبر بس شفت انت واحد الله خلقه على هالدنى مين ما كان يكون ما عنده مبغدين وعنده محبين اكيد لا هادا طبيعي بس شو النسبة اللي بتغلب برأيك انا لك بدي اقول لك شاري بالنسبة لطلب انا لانو بسافر كتير وبشوف الناس قد بحبني معانا لان شفت محبة العالم لقلي الحمدلله نشكر الله يا رب وشو ما نقال يعني ناس بيقولولي ليلى شو ما نحكم نحنا منحبك شو ما نحكم بمصر اللي هو بلدك اصلا الاساسة صح شفت قدي المصريين بيحبوك يعني كلهم يوجد عندك وانتي يعني انت تبعد تجربة تختفي انو كتير ليلى بتمشي بدي خب بتواضع يعني عرض كار بتقطع عيد ما بده حدا يحس فيها على المحلات تقعد ما بده انو هيك انو هي بحالة يجو هن اللي عندك باندفاع وبحب كل الوقت ليلة عبداللطيف انت ست ليلة عبداللطيف وهيوك هاي دي نعمة من عند ربنا اذا رب العالمين حب عبده بيحب بعبيده فيه بيحب بعبيده بالشخص هاي دي نعمة ومحبة الناس نعمة و فيه ناس ما بتحبك بس بتحبك بس بتقلك نحنا ما نصدق طوال بس بنحبك لك لا ولا مرة هادي صارت ولا مرة بصراحة ولا مرة صارت فيه ناس يعني بتشوفوني يلا امتى اشتقنالك امتى حنشوفك بحلقة او كذا صار بدا حلقة انو هيك عرفت بالعكس يعني هلا فيه ناس اوكي ما بيحبوا عم بيقولك فيه ناس بتحبني هدولي انا بحترم رأيهم يعني اللي كلنا امكلتوه بلي سيدة فيروز يعني بدلك انو كل الناس فيه ناس بتحبون في العالم فيه ناس بيحبون وناس لا كل الرؤسة كيفك انت و الرؤسة شخصيات كبيرة كيفك انت و الرؤسة سملا عليك من موعد رئيس من الرئيس بيتصر فيك استشارات صرت مستشارة الرؤسة لايك هادي طبعا اشياء السرية بس انا بعرفها ما بعرف وانت عرفها اذا انا بعرفها بطلت سرية معقول فيه رؤسة بيدقوا لليلة بيقولولا مثلا شو بناخد اي خيار شو بنعمل يعني مش انو بناخد اي خيار انو هني بيسألو ناكست شو رح يمرو ان كان عصاعد البلد بيسألو شو بياخدو اذا هيك ولا يمين ولا شمال احيانا فيه شاركات شخصيات بيدق انو مع دول مثلا انو بنوصل لحل معهم بهذه الشغلة او كذا في شاركات قبل ما يمضو الكونترات مزبوط فيه ناس بدي قليك بنمضي الكونترات ولا ما بنمضي الكونترات اذا ليلة قارت ما تمضي الكونترات ما بد يمضي الكونترات العملة الرقمية قدير فيه ناس اتصلت فيه وقلت لهم انا فيه ناس قلت لهم انو فيه فيه اخسارة يعني من اسبوعين يمكن او اكتر حطت بالعالم وبامريكا قديرش فيه ناس خسرت ملايين يعني صح مننا انت ضد العملة الرقمية لا انا ما بتعامل بشي غير غير ملموس شي مش ملموس ما بقدر اتعامل كل الناس اليوم بما انو عم تحكينا عن العملة خايفين من العملات طبعا كل البلدان يعني ساعة بيحكوك انو الدولار بده ينهار ساعة عم تشوف اليورو كتير عم يلعب ساعة بيقولولي الروسي هو اللي رح يحكم الصين اللي رح يحكم مصرياتك بقى اي عملة حطتها بدي اعرف انت بقى اي عملة حطيها تطمر العالم ولا عبت حوري كل شي للدهب لا كتير خير اللهم ما كان في شي الحمد الله يعني انا ما اكلت تضرب ولا البوكس بس عطليني هم مساء من الدولار عطليني هم من شي لك انا بحس انو دايما بقول هي فيه شغلتين اللي انا كالهيمة انا بقولون لان انا ما كتير فيتي بالاقتصاد العالم والاشياء بس دايما بقول لاند اند قولد لاند اند قولد ترجميلة فسرين للعالم شو بيعاملوا يعني يعني يا واحد ياخد ارض يا يشتري ذهب عملة الذهب بالمستقبل بعد عشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة وخمسين سنة يا سيدة هي زيتها هتكون الذهب الذهب لعملة رح تكون ذهب يعني انا بشوف يا رح نجع لقوارع رالف انا بشوف البنوكي للذهب يعني انت مثلا مداما تحط مصاري رح تحط ذهب يعني شركات خاصة كبيرة بنوكي خاصة بنا نقول رح تنعمل للذهب وهي ممكن انا حكيت فيها يعني انت مثلا معك ذهب بدك تشتري كيلو ذهب نص كيلو ذهب بدك تحطهم بالبانك يعني ببانك عرفت هي عملت العالم لقدام نشوف هو ما بعرف للذهب بعدين الدليل انه بدي اقول لك ليش واحد يشتري قطعة أرض أو عيكار لانه اذا بتطلع ببيروت من عشرين سنة او خمسة عشرين سنة قدى كان العيكار وقدي صار اليوم ما عم يعلم ما هي ما عم يعلم بشكل خيير ايه واذا انت هلأ اشتريت أرض بعد عشرين سنة قدى بصير مثلا انا عم بقول لك انه يعني انا بقول لعالم انه ليلى اللي اشترى بتراب المصاري او العيكارات بالعالم كله مش بلبنان قدي صار شوف بمصر شوف بدول الخليج يعني ليلى عبداللطيف انت حاليا عم تشتري ذهب وعيكارات هو عيكارات والذهب بس انت ايه ما بقى من بالوراء الوراء الى قدام لا في ناس بس عارفت انه انت معي قالولي بتقدر تسأل ليلى قد بتبلغ سروتها هايدي شو بقوله اثرارها انا بقول لك سروة هي الصحة ونضل بعقل لا بس كمان فيه سروة مادية كل الفنانين وكل النجوم بيسألون عن سروتهم نحن نقول الرزق ما بينحكي عنا والبر على الرزق انه كل واحد عنده سروته او كل واحد عنده ان شاء الله يكون عنا ليرة ان شاء الله يكون عنا مية هيدا شي بخصني انا بعتقد لوحدي تعب السنين اللي تعبته لمرأة اكيد بتنفسي مساء المئات بسروتيك شو هلا اذا ولا انا ما شايف اللي انت بتنفس المئات بسروتك انا وي يا ري يا ري اعبست طلعيني اشياء كتير حلوة لكن احنا منقول الحمد لله على السطر والعافية وربنا هالقد عطينا منقول كتر خيره الله اكيد يعطيك على ادنيتك وضل دايما خيراته شو بيقوله تشر عليك نعم بعرف انه في معك مجموعة توقعات بدي اسمع مني كم توقع مش كلهم قسم منهم هلا شو رأيك يلا لانه كل العالم ناطرة شو توقعات هيا عبداللطيف بصراحة ما كتير الحق تحضر لانو جيت صبت بالليل من السفر فنشوف كم توقع هنه خلينا نقسم نقول نقول انو راح نقول نصن هلا شي تسعة عشر شي تسعة عشر توقع او اكيد في اسألتي انا يعني اسألتك شي تلاتي توقع يلا اسأل هي لك راح نشهد رالف حقولون هيك بالعامية راح نشهد بالمرحلة الادمة في حدا بيعتزل او بينسحب من العمل السياسي من الشخصيات اللبنانية يعني شخصية مهمة يعني بمستوى الحريرة انا عم شوف انو حدا بيعتزل الحياة السياسية الحياة السياسية نعم او بينسحب كليا وبقرار مفاجئ من هايتي الشخصيات او من هاي الشخصية اوكي عم تقلي مثل الحريرة انا قلت استراحة محارب استراحة محارب للأسف الشديد بشوف انو في شبح الخطر هلأ كيف وليه وبأي طريقة ما بعرف بيهدد بيهدد احد الشخصيات السياسية والمعروفة جدا بالعالم العربي او بلبنان يعني نشوف هالشخصية كأنه بيصر له شي بطريقة غامضة رف رجعنا للانترنت والتليفونات والتليفونات الانترنت تصدر اخبار وعنوين نشرات الصحف ووسائل الاعلام وبتصبح حديث الشارع والناس بالفترة الادمة وحتى الهاتف الارض لن يكون بعيدا عن هذا الحدث يعني بالبنان عم نحكي ايه في شي للانترنت او التليفونات كمان يعني هلأ هو انقطاع هو شي بس تقوم ضجة يعني على الشي بخص التليفونات والهيك عندك الجيش اللبناني بيكون هو الملازل الاخير لكل اللبنانيين خلال المرحلة الادمة ومن جميع الطواقف شاء من شاء او ابا من ابا وسوف نشاهد الجيش اللبناني يترجم هذا الشعار على ارض الواقع من خلال قرار حاسم يصب بمصلحة لبنان والسلم الاهلي لجميع اللبنانيين ومن هنا سوف تظهر قوة الجيش اللبناني الحقيقية والفعل على الارض وسوف يأخذ الجميع درسا في الوطنية من هذه المؤسسة العسكرية تحت شعار شرف تضحي وفاء وسيفهم كل من يسمع او يشاهد بان الجيش اللبناني لا يساوم على امن الارض او امان الشعب لا في السياسة ولا في السيادة هايدي راح نشوف قريب رالف في شي مالتي لا الاسب الشديد منشوف اجواء الحزن والاسب تلف الرائع الطائف الشعي الاسف الكريمة وذلك بسبب حدث مؤسف شو الحدث ما عم بعرف يعني وفاة شخصية ولا حدث لا وفاة شخصية بس كيف ولا ما بعرف هذا بينعد انه حدث مفزن يعني يعني مؤسف بيشهد لبنان رحيل مفاجئ لزوجة احد الشخصيات السياسية كمان للأسف وهي وحتكون بزمة الله وذلك خلال فترة القادمة فجأة اكيد شي من رابنا يعني مش انه في شي سمع لبنان بيشهد ظهور اجسام غريبة وبشكل مفاجئ وارى وسائل اعلان تنقل هذا المشهد بصورة بارزة واضحة للجميع شي اجسام يعني فضائية لا شي غريب بسمع لبنان بيفقد لبنان خلال الشهور القادمة من 2022 ثلاثة وجوه لبنانية بارزة من هون لاخر السنة وفاة ام اوكي بشوف شخصيات دورية بارزة بتزور لبنان وبعض هزي الشخصيات هم من رؤسة دول سنراهم في لبنان ولأول مرة وزيارة هؤلاء الرؤسة إلى لبنان سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الوضع اللبناني وعلى أكثر من صعيد مشهد مشهد مؤسف من شوفه رالف من خلال كيرسي تقع في أحد المراقز الحكومية ووسائل الإعلام سوف تنقل حدث والشارع اللبناني سيكون تحت تأثير الصدمة وفي حالة من الفوضى والبلبلة هايدي مش ضروري هلأ يعني بس رح نشوفها خلينا نوقف ولا بعد بديك نقصمه مشهد صاروا عشر تقريبا عشر توقعات صح اي اي اوكي في سؤال بدي سألك يا الباخرة هي حديث الناس اي باخرة الباخرة الموجودة بالبحر يعني عم يتخينقوا عليا بالخط 29 شو بديك تقولي لي عنا مش معقول ما أسألك عن عم يتخينقوا عليا عم يتخينقوا على الخط 29 انه والمفاوضات يعني عم تصير بين لبنان والاسرائيل والباخرة موجودة وعم بيقولوا انه بلشت تسحب من الاراضي اللبنانية يعني اذا بديك بعد ما اتفقوا على الخط كيف بده يكون مقصم هلأ ليك رح قللك شغلي انا ما بفهم قصة الباخرة وشو صاير لان كنت بره رأل بس رح قللك شغلي لبنان شاقة من شاقة وقبا من قبا رح يسحبوا غاز رح يسحبوا بترول رح يسحبوا انا بشوف ببلشوا بالحفر بقولوا ورح يسحبوا رح يسحبوا انا هيدا اللي بشوفوا يعني رح نصير اغنية باللبنان باللبنان على الجدع بتحكي والله العظيم رح فيه شي يعني اكيد رح انا من زمان حكيت عقصة الغاز والبترول من لبنان انا بشوف انه ايه من الدول الغنية من الدول الغنية رح نكون صح هلا قام توقيف حتى ما يحطوا النقطة علي قام توقيف لكن مش بعد سنين تبه يعني انا بشوف بإذن الله بإذن الله هالسنة تانية اللي هي 23 24 فيه شيء بناشي بده يصير باللبنان شيء ايجابي طبعا خلينا احكي معكي عن لبنان طبر من كل الدول واخد شيء بتجيب تقعدي باللبنان اذا رحتي 3 ايام ما فيك الطاولة بديك ترجع على لبنان ليش لا رالف انا بطبيعتي انه بحب لبنان لانه يعني انا جيت السبت اتفاجأت ما شاء الله ما شاء الله العالم المطار المطار العالم فوق بعضها وعجقة منحب هالعجقة منستفقد لهالعجقة منستفقد للزحمة بالمطار لانه عن جد لبنان كتير حلو يعني يعني انا بفقره بتعتيره بقطعت الكهرباء قطعت حتى الانترنت شو ما صار بلبنان انا بحب هالبلد كتير ولانه ما فيني خبرك يعني انه لبنان بلد جميل بلد السياحة يعني هلأ بتطلع على جبال بتطلع على فريا بتطلع على الزعرور بتطلع على برمانة بتطلع بتنزل يعني لأسف بيروت شوي بعدها من هيدا بس الجمازي عنا لدبي يعني جبال يعني عنا بكل لبنان مناطق مزدحمة ما في محلات ما في محلات حت اجرك بقطال هلا صح هيدا لبنان لبنان من الخاصة بتدعي العالم انه تجي ولا بتقولي لهم بتقولي لهم انه راح تجي ما في كهرباء ادوية مقطوعة انترنت مش منيح بنزين معقول ينقطع بين ليلي بدوحاها لانه هيك عاشين نحنا لا انا اكيد بدعيهم يجوا لانهن اللي بيعملوا لبنان وهن اللي بيحطوا مصاري بلبنان وهن اللي بيجعوا بعمروا لبنان ومصرياتهم ترجع بيعملوا اقتصاد كبير ببلدهم بالعكس بشجعهم انا يجي وانا قيلتها بكذا مرة بتعرف الشي انه ما حدا يفل من لبنان صح انت مرة نهرت من البكة على الهواء من وراء لبنان لانه يعني راح قللك شغلة وحطة وايدة عندك وسجلة بارشيفك كل اللبناني اللي عايشين بين اوروبا وبين امريكا وبين دول راح يرجعوا يعيشوا بلبنان مع زمن انا مع بقول كلهم كلهم مع زمن راح يرجعوا يعيشوا بهالبلد راح يرجعوا يفتحوا اشغال بهالبلد تذكرني رح نشهد على اعمار لبنان يعني انهيار رح يصير باوروبا لبنان حترجعت اعمار انهيار باوروبا نعم كاقتصاد لبنان بيرجع بعمار رح نشوف بعدين من كل دول خليج من كل دول العالم رح يرجعوا على لبنان طب ليلى عبداللطيف يلي الهيما كمان خبره عن انفجار المرفق وانت قلت عن انفجار المرفق من سنوات قبل الانفجار نعم بس تقطعي من حد مرفق بيروت وتشوف هالمرفق مدمر ومكتوب انه عم بيطالبوا بالعدالة العدالة للكل رح نشوف هالعدالة رح تتحقق انا بشوف العدالة بتتحقق لانه انا بتشوف الارض كيف هي او المرفق كيف هي مكسر المرفق بيرجع بيتعمر بس الشهد اللي راحوا ما بيرجعوا الهامي بيعرف مين اللي عاملها العاملة ولا لا والله الهامي انا بيقول انه بإذن الله بياخد يعني العدالة رح تزهر ما بديك تقوله انا بشوف العدالة بتزهر والحق بيزهر تزعليه بس تقطعي وتشوف المرفق هيك اكيد بزعل انا بزعل بتذكر منظر الشهد اللي راحت اللي بكي عالشهد اللي راحوا عالحجر ما بتبكي الحجر بيرجع بيتعمر تبكي عالشهد منظر العالم اللي كانت بالطرقات وين كنت وقت انفجار مرفق بيروت نحنا بعد عنا تقريبا بحدود الشهر انا كان عندي موعد منقول فور سيزن كانت نازلي لتحت فمكسلي وقعدي بالبيت رجعت قلت لهم ما علي اذا شفتكم بكرة عالساعة ستة لانه جدي علي شي ضروري ومش جدي علي شي بس انا كذبت هلق عم يعرف الخبرية هلق عم يعرف الخبرية فقالوا لي لا طيب يعني اوكي خلص بكرة طلهم ثاني يوم ومنزلت ضليتني هيك قعدي بالبيت ومنزلت وصار صارت الشغلة بس بنتي اللي كانت تحت لأنا قلت لها ما تنزل ونزلت ونحط الفيديو على التلفزيون كيف كانت وقال الله الحامي حاميها كفتاعت التهم كتير هي قالتلي بعد كم شهر مع أنه أنا قلت لها ماما من واحد لآخر هالشهر ما تنزل وانت قبل الانفجار بكم يوم كنت مع علاء مرعب على بوديو مزبوط وقلت أنه بين واحد وعشرة مزبوط في شي من واحد لعشرة إن شاء الله ما يصير شي خايفي ما يصير شي ببيروت إن شاء الله ما يصير شي هي قالت هل قد كان إحساسك قوي بهذه الحادسة كنت نقزانة كنت نقزانة لا لا ما بعرف سبحان الله بس الساعة والوقت هي بيضربنا بس أنا قلت من واحد لعشرة نقزانة في قصة إخاضات أمنية رح نشهدها بالبلد قريبا والله لك أنا أنا بحس إنه لبنان يعني ما بقى ما بقى حنشوف أكتر من اللي شفناه رالف بسنين عمرنا بلبنان بالعكس أنا مبعف أنا متفقلة وبدلني متفقلة متفقلة هالبلد كيف حتصير متفقلة إنه لك كل شي متفقلة هلأ فيه بعد قبل بمرة اتفقلته بس بعد فيه فترة صعبة بس بدي أقلك شغلة قبل بمرة اتفقلته عالم قيمة تأيامي إنه من وين عم تتفقل ونحنا ميتين من الجوع ونحنا معنا مصرياتنا بالبنوك لك بدي أقلك شغلة بعضنا اللي هلأ بيقولها هلأ فيه ناس أوكي مديقة مديا طبعا أنا معهم ومع الناس الموجوعة والناس ما بتقدر جيب دواء والناس اللي ما بيقدر يأمنوا خبزهم للناس اللي عند أطفال مدارس أكيد فيه وجع بس أنا بقول إنه لبنان ما بيجوع ما رح يجوع ورح نرجع نوقف ع إجرينا ما بيجوع ورح نرجع نوقف عجرينا وفيه شغلة إنه كتير ناس اللي بره مع دولار قدي عم بيساعدوا اللبنانية قدي عم بيساعدوا إنه يحطوا مصاري بلبنان اللبناني بيقف حد اللبناني هذا هو لبنان أنا شفت بعيني قديش فيه ناس من لبنان عايشي بإفريقيا وهون وهون قدي عم بيساعدوا اللبنانية أنا هالمرة ما معك أنا بدأقول إنه إن شاء الله بتكون هالسائفية أحلى صيفية أنا دايما بتفائل وإن شاء الله هيك هالصيفية عن جد تكون كلها سلام ورواق يقطع الشهرين ثلاثة على هاللبنانية صيفه عن جد مش تكون كمان في عواصف داخلية صيفية وشتوية وخريف من كيفيون إن شاء الله كله يكون حلو خريفنا حلو ربيعنا حلو صيفنا حلو شتوياتنا حلوة أنا بتفائل أنا دايما بتفائل نحن قلنا من الخمسة وسبعين يا رالف يا حبيبي قلنا من الخمسة وسبعين بيطلع انفجارات بيطلع ضرب وقتل ومظاهرات ودم بالشارع وكذا وشفت شو صار وقال 17-20 قد يكن نحن قلنا من الخمسة وسبعين بيصير الانفجار وبيصير وبيصير بعد يومين تلاتة بيضبطوا كل شي بينطفوا وبتلاقي العالم راح تسهرت هذا لبنان قلت للحريرة راجع أنا قلت مع الإعليمين على راس السنة على الجديد لقلت انه بيربح بالانتخابات ولا جبت سيرتوا بالانتخابات ولا قلت شي قلت استراحة محارب هذا اللي قلته بشوف انه ببعد لفترة اللي هي بتكون استراحة محارب وبعدين بيرجع بقوة هيدا اللي قلته مع نيشان على الجديد براس السنة فأنا بشوف انه أنا هون وانت هون هلا أنا عم بتحديك أنا هون وانت هون أنا بشوفه أكيد راجع لبعدين اي مش يعني ليش الدول العربية بدأي لك شغلي رح لك شغلي الوقت والساعة يا رالف هي بيضربنا بس أنا بشوف انه دوره ما انتهى الشيخ سعد الحريري بس ما حولك زعلت انه ما ترشح؟ أكيد لانه أنا بنتخب بيروت ما رح تنتخبت سمعت الكلمة؟ لا ما رح تنتخبت سمعت كلمته؟ لا مش قصة أنا بنتخب الشيخ سعد ما رح تنتخبت ما ولا حدا من التغييريين عجبك؟ مش قصة من التغييرين كلهم خير وبركة وكلهم بالعكس للتغييرين والجديدي اللي إجوا من الثورة وكذا باعرف بس أنا انتمائي لشيخ سعد اليوم في كتير علامات استفهام وفاءا للرئيس رفيق الحريري الله يرحمه وفاءا لأله وفاءا لأله بنكون وفاء لعائلته اليوم في كتير حطين علامات استفهام على التغييريين وفي كتير ناس عم بتقول أنه هالتغييريين هني مستورين ورعبيات أحزاب والأحزاب هي فواتتون تا يلعبوا لعبتون ما بعرف أنا ما عندي خبر باشي أنت بتقولي التغييريين رح يكونوا تغييريين ولا فيه؟ لا أكيد رح يكونوا تغييريين نعم أكيد رح يكونوا تغييريين ورح يبإذن الله يقدر يعملوا شيء رح يكونوا رح يقدروا يعملوا شيء حتى قلت كذا مرة بالحلقات يمكن عراس سنة كمان مع نشان قلت أنه كتلة القوات اللبنانية هي بتاخد أكبر كتلة وهذا اللي صار وين سهراني على عيد الأطحى هلأ عيد الأطحى قريب بعرف أنه أنت وين مناسبة بتفوطي سهرة وفي حفلات وفي حفلات يا حب هذا اللبنان يا رالف هذا اللبنان ما بيموت لبنان ما بيموت ما بيموت هذا هو اللبنان اللي نحنا متعودين عليه من نحنا وصغر وما رح يزهقونا وما رح يهشلونا من لبنان نحنا قاعدين وبقيين وصمدين بهالبلد شو قصتك أنت بسلطان الطرب بتحبيه كتير مين جورج وصوف جورج من وقت كان أنا عندي محلات الموسيقى ببرمانا حبيب قلبي كانت حط بوستر على البيب المحل برا لقلو لراغب كان عندي محل ميوزيك كستات وكذا فكان يمرق بالرويز ينزل يشوف كيف حط البوستر ويسألني عن الكستات وكذا ونسبة المبيعات كانت ما شاء الله لقلو يعني وكان ينزل هيك على المحل يطل ويرجع يطلع بالسيارة ويروح فمرة كنت أنا مع مع نيشان على تلفزيون 2009 وقلت أنه بيمرق بشي صحي وبعت ورانا ورحنا بس أنا رحت لعنده أي رحت لعنده كذا مرة ووقت كان مريض أنا أول وحدة كنت دايما رح لعنده أنا جورج بحب له صوته بحب له لأنه جورج مثل صوته صح ما في بيغني كل الألوان ام كالتوم بيغني لعبد الحليم طرب بيغني سلطان الطرب سلطان الطرب وأنا بحسه بعده هو سلطان الطرب ما بيموت جورج وصوف صوته لو طلع قال على المسرح شو ما طلع غنى جورج فيه ناس قالت فيه ناس فيه فنانين وفيه أشخاص قالوا له اعتزل أنا بحبه وحب صوته أنا ما بقول له اعتزل ضلك طلع وضلك طلع موجود وضلك لأنه الناس بتحبه جورج وجورج مش بساك جورج إنسان كريم شي لك عن صوته والطرب جورج من أكرم الفنانين صراحة جورج وصوف من أكرم الفنانين لأنه هني ليل الكرمة ليل الكرمة جدا بينعدوا على الأصابع جورج بتطلع لعنده على البيت لو الساعة خمسة الصبح بيمدلك صفرة طويلة عريضة لو كنت ميت من الشبع ما بيخليك تطلع بدون ما تأكل عنده هيقول شغلي جورج ما بتعرف كيف بدون ما تحس بدون ما تحس بحط بزرف لو طالع بس تسلم عليه هيدا جورج هيدا جورج وصوف كي أصلا هو معروف إنه كريم حتى مع كل شباب مع كل الأشخاص يلي بيلتقى فيه بالحفلات بالمهرجانات بصفراته سيته سيبه ما بيتكرر جورج وصوف ما بيتكرر أبو وديع ما بيتكرر بس أنا بزعل شوي يعني مفروض الإزاعات الدني ضلت تفكر الناس بأغانيه لجورج على يعطيه طولة العمر ضلت تذكر الناس بملحم بركات بغيرهم ما في مع منشوف بقى طرب مع منشوف يا رالف أغاني فن مضبوط مع منشوف لا تعتبر الفن اللبناني عم بيزول عم بفي عليه خطر مش عم بيزول لا يعني عم نلاقي في شهرة عند الشباب لا من أقوى برة لكن من أقوى الحفلات طبع الفنان وقل كفوري رغب علامة هاي الجيل بس ما قصد بجيل الجديد عاصي بتشوفي نصيف زيتون بتشوفي بالقيس بتشوفي أشخاص مش شبنينية عم بحكي بجيل الجديد اي لكن احنا عم بقلك بالعكس الفن اللبناني بعضه موجود يعني عندك هلأ مثلا الحفلات اللي عم تنعمل برة إليسا نانسي النوم بالعكس كارول سماحة في عنا فن بلبنان ليه معنا فن بلبنان عنا شو اسمه وديع الشيخ صوته كتير حلو قلت انه نجوة كرم بقى تتجوز وعنا ما يبدو تجوزت لك أنا حبيبة قلبي نجوة هالإنسان ما بتكبر أبدا تتجوز أنا عمليك تجوز يعني الله يهنية ويوفقها يا رب تستاهل هي وإليسا بيستاهل وأكيد لا لا يعني في ناس بيكون عمرها بالخمسين وفقها الخمسين وخمسة وارمين وبتجوز ووين مشكلة بتشوف فيها أمنة نجوة إن شاء الله يا رب لي لا الله يطعمها يعني أنا ما فيني تشائم لحدا الله ينعم على الكل وإن شاء الله الكل بيكونوا بيزواج وبحقي لأنه الإنسان ما بيقدر يعيش لوحده بهالدني أنت ما بتقدر تعيش لوحدك ومشاك في شخص بيضل معك دايما زوجي زوجك أكيد أنا الإنسان ما بيقدر يعيش لوحده بالدني أكيد بده عطول قموة بكتير أمور بكتير أمور هلأ من غير شر فهد بالسعودية وراح يتزوج وزينا تزوجت يعني بقيت لو ما زوجي إنه بقيت كنت لحالي نحنا قلنا 22 سنة بيشو بعزبك متزوجين يعني زوجي التاني ل22 سنة متزوج بيشو بعزبك بيشو بعزبني بحرام ما في عزبني طب أنت بيشو بتعزبك أنا أنا نيئة أنا واحدة مسرسبة كتير ونيئة كتير وعصبية ما بيدي يعني فهو بيتحمل كل هالشي بيتحمل كل هيدا الشي يعني إنه عصبية لأنه الحياة قيستنة وربات ولادي شو عاملي شي مرة فيه ضرب بعرف إنك تعملي كتير ضروبة شو عاملي ضرب فيه شي مرة هيك مطلعتيله وضبانات عقلاته ضرب لا أولا مرة عاملي فيه ضرب لو بالأولين بالأولين عاملي ضروبة كتير بزمط يعني مارك لا مش عاملي فيه ضروبة يعني ما فيه ضروبة لا بس إنه هاي أول مرة هو ببعد عن لبنان ثلاثة شهر كان عند ابن سعودية خلينا أحكي عن ناس ناس أبو العيلة عبداللطيف غير النصبات يلي سايرة معك قبل بتريفونيك والأرقام اللي حطوها فيك والفيسبوك كمان ناس أبوكي هلأ ببيتك جددت بيتك زبطت بيتك وكل شي طلعوا حطين لك مواد مانا منيحة هلأ عم ترجع تجد دي مرة تانية آه لا هيدا قبل هيدا من 3-4 سنين لأنه عملت لبواب عند أحسن عند أحسن محلات طلعوا لبواب مش مزبوطين وقلت لهم وقال حنطلع نغير لكيهون وكذا وحتى البلاط طبعا للسالون ومن أحسن محل في لبنان جبت البلاط كمان طلع أنه ما بيسوى يعني مش الاسم مش ضروري واحد أنه يفتش على الاسم ليروح يجيب عن جد مش ضروري متفتش على الاسم أوه يفتش على الاسم لتاخد نوعية منيحة إنتي أكلت الدرب إيه بس رجعوا وعوادوني يعني طبعوهم البلاط رجعوا وعوادوني طبعا اللي بواب قالوا لي شو بديك تعمل لان خافوا من الفضيحة أنه أطلع تطلع على السوشيال ميديا وتطلع على الراديو والتلفزيونيات وتحكي بالموضوع أنا ما حدا بكل حقي عرفت فرجعوا ودفعوا لي يعني واللي حاولوا ينسبوك عبر السوشيال ميديا زيادة تصرف حطينا محامي بتركيا وتصرفنا ومش الحال بس أنه أخد الاسم فيك يعني قال لهم أنه أنا ليلة عبداللطيف وتصلوا علي بأرقام من تركيا وكمش لقاتوا طبعا من حبس فصاروا يتصلوا علي العالم بتقول العالم تتصل تعامل هيك من عازي يعني هني عاوزين لا صاروا يتصلوا علي العالم يقولوا لي ليلة هذا منه رقمك ومنه اسلوبك يعني هو ما يحكي ما يسمع عن صوته هو يكتب يكتب على الوصب إنه إذا بدك تشوفي لأرجع أنا شف لك لأنه هديك المرة ما شفت لك مزبوط فيه خبرهم ليلة فيه خبرهم ليلة كيف بتقعد مع الشخص يلي بيتصل فيها أول شي بتحكي معهم يا صوت وأوقات صوت وصورة ليه كله صار بده صوت وصورة وأوقات صوت بتبقى عم تحكي معهم كل الوقت أنت بتحكي معهم كل إيه بدقلك شغلي كله صوت وصورة كله صوت وصورة ليه تيتأكدوا هي أنا بيسمعوا صوتي صاروا يعرفوا صوتي من اليوتيوب قد ما بيسمعوني على اليوتيوب بس بقولوا لي ليلة حتى كمان نتأكد بس فرجينا صورتك أنه أنت عم تحكي معنا وبعدين بنجا إذا بدك منسكر أنا لا بالعكس بمضمعهم حديث ومنضل صوت وصورة هيك بني بيتمأنوا وحديث خاص يعني لحدا بيسمعوا لحدا كذا أنا ويهون بيني وبينهم على التليفون قرفت ليلة بتعرف كل شي عند كل شخص بده يسأل أسئلة كل شي فيه يسأل أسئلة لك أول شي أنا بشوف تقريبا كل شي بيبين معي بياخدوا موعات ومشي على الموعيد أنا من كل دول العالم صار أسهل لهم أنه صوت وصورة حتى شخصيات في أشخاص بيقولون مرد يشوف لكم ماني قادرة يمكن أحساسك بيقول ما لازم تخبري لا ولا حدا أنا بالباكس فيه ناس بتتقبل ليلة المنيحة أو اللي مش منيحة فيه ناس أول ما يحكوني بيقولولي داخلك ما تخبرين الشي مش منيحة كل شي اللي منيحة خبرين أي خلص هني طلبوا مني لا فيه منهم بيقولولي لا المنيحة لو حيشي قبل المنيحة خبرينه أنه فيه منهم بيتقبلوا وأكتر شي عن أشغالهم عن كل شي كل شي كل شي يعني هايدي صاروا يتأكدوا لأنه هلأ التليفون صار ما بقى فيه واحد يضحك على التاني يعني يقلوا أنه أنا ليلة عبل لطيف وما يطلع هو ليلة عبل لطيف عرفت هلأ بالزمان إن عملت بالزمان حدا من لبنان وقدمنا شكوي كمان قبل تركيا قديمة للأستاذة الكبيرة سوزان حاج وهي قامت بالموضوع وتاني مرة بتركيا بدأت تصير هايدي يعني بياخدوا انتحال شخصية انتحال شخصية بيمتحلوا الشخص انتحال شخصية وفيه أنا برجع بقول أنا بيحطوا على المواقع رالف أنه أبراج أنا ما بأمن بالأبراج ولا بحكي أبراج فللي بيحطوا مواقع فيك أبراج ليلة عبداللطيف هاي كلها كذب وفيك بيحطوا عن مثلا ما بتأمن لهيا بالأبراج لا بدي إلا هك ليه يعني أنا لما حدا بيقول أنه برج الجدي وبرج الحمال برج كذا أنه بدوا هالسنة مثلا بدوا يعمل هيك لا بس عم بحكي بشكل عام لا بدي يعمل هيك بدي يعمل هيك بدي يعمل هيك طب لا سمح الله الله لا يقدر الله لا يقدر الله يحمي كل الناس نحن طلعين بطيارة هالتيارة بيكون فيها مليانة صح؟ 200 قول 250 200 يا سيدة طب هال 200 كل واحد برجو شي صح؟ قدر الله واشاء نطوء على الطيارة كل هال الواحد كل برجو شي كلهم راحوا يلي كانوا متأملين انه انا برجة فلان قالولي راح يصير معك وانا برجة فلان قالولي راح يصير معك طب ما كلهم كل واحد برجو شي وسقطوا كلهم انا ما بقيم بالابراج ابدا بعدين في شغلة تانية انه تاني بيخلقوا مفرد بطم فرد ثانية كل واحد قدروا شي كل واحد عقلوا شي ما تنامت البعض صح وحكينا كنت انا حكي عن الاحجار الكريمة انا كل واحد كل شخص شو بناسبه الاحجر الاحجار الكريمة بتشوف كل الشخصيات بيطلعوا على التلفزيونات اللي بتين او اخواتهم حجر في حجر كله لابس الاحجار الكريمة او يعني عم بعمل كيف بيعرفوا حجرهم حسب الشهر الخلقاني فيه حسب هو الشهر اللي خلقان فيه واليوم اللي خلقان فيه مثلا او الشهر اللي خلقان فيه او بطريقة انت بتعمليهم انا بعملهم بش شوف ليه بدت مش عطيتيني حجاري انا ببعرف حجاري ما طلبتش يا باشا ما باعي خبر ما باعي خبر ما طلبتش بدي حجاري لعينا انا رح فرجيك الواتس اوب فيه ناس عم بيبعتوا انه بس مثلا لبسوا البرسليل طبع الاحجار الكريمة كل واحد شو بناسبه شو حجاريك شو انا العائية الاحمر اليمني ماني كرابستي بلا يحو معي بجزة اه حابلتي هلأ فرجيك فأنا يعني عدي هيك خاتمين حطتهم للحجار بالعرض وعندي اسورتين أنا كأنا تسألني الخدار بحب الخدرة والعائية الاحمر والعائية الاخضر بس هو مش حجريك الاخضر هو مش حجري هو العائية العائية اه اذا كان احمر او اخضر مظبوط بس كل واحد شو بناسبو يعني في طبعا بقية شهر خلاني ليلة انا بالجينيواري بالجينيواري فورتين أو بالجينيواري انت لقت السنة برجة جادية اي مكة اه شوف بك لا اه هي الاحجار الكريمة كل واحد شو بناسبو هاي بيعطي طاقة ايجابية للانسان طاقة الايجابية هلأ في ناس بيلبسوا جلدة في ناس شريطة في ناس كذا تعطيهم الحز او الاحجار الكريمة في كتير عالم في كتير ناس مهمة بالعالم مهمة رؤسة حتى في ناس مهمة بيحملوها الاحجار الكريمة مهمة كتير هاي دي تعرف حافزتيهم كل شهر شو ولا لا حافزة كل شي ايلول اي حجر شو بديك انا ايلول انا ايلول بدي حجر اينا خلاص منعيوني خلاص منعيوني ليلة الطاقة وعالم الطاقة وعالم الابتعاد عن اكل اللحوم والجيج وكل هالقصص سبق وطلت معي كارمن شماس بشهر كنون واكيد عرفت بالزوبعة اللي صارت من ورا هالحلقة بتقامني بهذا الشي بتقامني انه الانسان اذا بيأكل لحمة اذا بيأكل القصص معينة بيروح على عالم الشر هذا كله هالحاكي ما في منه ابدا ابدا رب العالمين خلق لنا نعم لنتمتع فيها ونعيش فيها رب العالمين خلق لنا هالنعم لناكلها موجودة على الارض لناكلها في سبع سماوات وفيه للقصص اكيد رب العالمين خلق سبع سماوات طبعا بس انك تاكل لحمة وتاكل جيج هيا انت اذا بدك تحفز على صحتك تكون لانه كل اللي عم ناكله هلا ان كيف لحم او جيج ما بقى قالتلي البيضة فيها شيطان كارمن بتايمني فيها انا بحبها لك كارمن ما احترامي لأنا بس في كتير في كتير ناس بتروح انت بتعرفي اكيد وبيجول عندك بتايم بتايم من ايام خلقت هالدني من ايام سيدنا ادم وحوام خلقت هالدني العالم بتاكل البيضة من الدجاج 100% بس في كتير ناس بالتعليقات جاوبني ما اصاب شي بس في ناس بالتعليقات كتبت عندي مظبوط نحنا كنا نروح نحنا وقعنا بقصاص رحنا عند سحرة رحنا عند هيك كنو يستعملوا البيضة صح؟ هيدا شيء او لا؟ انا ما بايمين بهذا شيء ما بتايمني فيهم كله لا 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 كلها لا بتقولي العالم كله شو ما بتقول كلها شعوازات وكلها خرافات لا اكيد لا بس ما عم تكتر الامراض من وراء الحيوانات بقيل لك شغلي لو واحد بيكتب متل ما انت عم تقول عبيضة اللي بيستعملوهم واللي اعوز بالله الشعوازين او السحرة ما كانت كان كتب لها الكبار اللي ما عم بيروحوا وكانوا راحوا فكله كذب اكيد كله كذب مثلا او للمنيح كانت كل العالم بقى الفخير مثلا بس فيه سحر السحر موجود بس مش كل واحد بيقدر يعمل سحر ومش كل واحد بيقدر يتمكن او يفك السحر لا مش كل واحد بتفك سحر لك انا بأمن كتير بالقرآن الكريم وبالصلاة فيه ايات بالقرآن نحن بنقراها لهالشي ان الله لا يصلح عمل المفسدين على الارض وفيه ايات بتنكتب فيه ايات بتنقرى فيه ايات بتنكتب لهالشي هيدا والانسان المؤمن واللي بيقرى كتير ان كان بالانجيل او بالقرآن او اللي بهو ويكون ايمانه قوي بإذن الله ما بيصيبه شي على الله ما هي ها هي العين والحسد والسحر موجودين والقرين موجود بدي روح معك هنا مجموعة التوقعات الجديدة تابع انا وياك التوقعات اللي باقي جاهزة شو بك يلا جاهزة رالف منشوف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منشوفه بيزور دولة قطر وبشكل مفاجئ للجميع كما ارى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان حفظه الله منشوفه بيزور قطر خلال مرحلة مقبلة ولحدث بارز ومهم يعني علاقات مع قطر رح تتحسن اكيد احد ممثلي الكتل النيابية عنا باللبنان سنراه بالمستشفى بيتلقى العلاج وهو بوضع صحي خطير وحرج والله يصدر اوكي رئيس كتلة رئيس كتلة لبنان الاول نائب جبران باسيل سيكون في الواجهة وتحت المواجهة القوية مع بعض الشخصيات والقيادات اللبنانية من جديد فيه لبنان بيدخل بمرحلة فيها انكسامات وبلبلة وخلافات داخل بعض الأحزاب اللبنانية قارفت؟ يعني اللي بيكون مع هذا الحزب بيتركه وبيصير مع حزب التقاني وفيه بقلب الأحزاب بتصير اللي هن الكتل فيه انقسامات جوا وفيه خلاف جوا وفيه ناس بتترك اوكي يعني رح نشوفهم عم ينسحبوا عم ينضموا لغير أحزاب وتظهر هايدي الانكسامات إلى العلن وبتشكل مواقف تصعدية كبيرة وبارزة اوكي منرجع لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بيصبح حديث الأعلام والناس بسبب انجاز أمني ووطني كبير مما سيجعله يتحمل مسؤولية الكبيرة ويكون الآمر والناهي على الأرض من خلال هذا الانجاز الكبير ومنرى ومنسمع هتفات شعبية بتحيي مواقف العماد جوزيف عون من خلال الجيش اللبناني والجنود والأبطال ومنقلون الله يحميهم قبل ما تنتقل على مطرح تاني في كتير أحاديث عم تحكي انه قائد الجيش جوزيف عون قد يكون رئيس جمهورية بتشوفي نتمنى أنا قلتلك بدي حضر بس معقول عنده فرص يعني انت شو حاسي اكيد عنده فرص عنده فرص اكيد انا بحس انه بينه بين سلايمين بيت فرنجي انه عنده فرص سلايمين بيت او او قائد الجيش حدا منهم بتشوف بحس انه عندهم فرصة يعني عندهم فرص هلا قيمتا وكيفوا ليه معقولة يصير فينا مثل قبل فراغ سنوات لا مش ما في فراغ سنوات فيه يمكن فراغ لفترة بس مش سنوات اوك تفضل سوف تحمل المراحل القادمة مشاهد مؤسفة بسبب حادث أمن خطير بهز أحد مطارات العالم ويطير ضجة ألمية كبيرة اوش احسن ما يقوله ليلى قالتون بهز معقولكم مطار بيرون أحد مطارات العالم بره بره تخيرك بعديلنا على المطار معنا غيره لا لا عمقول بتحمل المراحل القادمة مشاهد مؤسفة بسبب حادث أمن خطير بهز أحد مطارات العالم هزة أرضية بتضرب حوض الشرق الأوسط بسبب حالي واسع من الهلع والدعر عندها بعض الناس بس ان شاء الله بس بيشعروا فيها هزة بتكون قوية بيشهد الأمن اللبناني إنجاز آدم ومهم جدا سوف يشهد هذه مهمة ومنها بعيدة كتير سوف يشهد الأمن اللبناني إنجازا قادما ومهما جدا للشعبة المعلومات وهذا الإنجاز البارد سوف يصدم الوسط الشعبة والإعلامة بشكل لافت ومهم وهنيئا منقول لشعبة المعلومات على هذه الإنجازات وشكرا على كل التضحيات وقالله يحميكم كل خطر أو شر شو هو الحدث لشعبة المعلومات ما بعرف سيد الله حيصير إن شاء الله ما يكون صارها وكيادة العماد عسمان إن شاء الله إن شاء الله يكون صارها لا لا يعني قبل ما يصير الحدث عارفت أو شي والدولار على طلوع زي ما أنا حكيت تتذكر دولار طالع البنوكة تتذكر أنا قلت عن الدولار لا صقف له أنا قلت بده يتخطى 30 وما فوق حتى بيوصل للخمسين يعني قلت بعدك إيش رح يوصل للخمسين أكيد الدولار بده يطلع للخمسين لا أنا بشوفه بيطلع ما هي قلت أنا قبل رح نشوف وقلت لو نزل رالف لو نزل بدي يرجع يطلع لكن بدي قلت الشعب اللبناني عم يوعى وعي وعم يوعى أنا بشوف أنه سبحان الله أنه كلهم رح يحطوا إيدهم بإيدان بعض كشعب عم بقول لبناني لأنه تحبوا وزهقوا وملوا لح تشوف جرائم سرقة أو قتل لك هذي بتصير بكل دول على مرال لا بس في فرق بين كسافة هالموضوع لك بدي أقول لك شغلي إجا ما إحنا على لبنان أكتر من هيك يعني اللبنانيين وصلوا إنه إذا بتتذكر إنه من كل المناطق يقولوا مش قادي رجيب حليب لابنه أو حفاد أو كذا وإدوية وكذا لا مصر يعني هيد الدولة سبحان الله يعني فيها أمان فيه لو هيدا الشي عم بيصير بغاية الدول يمكن بتقول القتل بس الحمد لله إنه بلبنان دايما وعيين يعني دايما الأمم بالمرصاد دايما ما عم نشوف هالشي هيدا وهيدا إنه منيح يعني قليل بس مش إنه ظاهرة كبيرة لسمح الله قلتلي عن جبران بسيل إنه رح يعود إلى الواجهة بخلافات بخلافات وبقوة هلأ كيف وليه مواجهات وبقوة هلأ أنا عم بقلك إنه هلأ هيدا إلهام يعني أنا عم بقلك بس معقول بتحسي معقول هلأ ممكن يكون انتبه يعني هلأ فيه ثلاث شخصيات هلأ الشخص التالت أنا ما عم بعرف بس من هالثلاث شخصيات فيه إسلامي الباك وفي حدا التالت من هالشخصيات تذكر بس شخصية التالتة بس أعرفها لو كانت أنت عندك مقابلة مع حدا رح أبعط لك تليفون وقل لك أنا شفت الشخصية التالتة مع هالشخصيتين بوعدك يعني العهد رح ينتهي بسلام ولا رح نشوف مشاكل لكن معهد ميشيل عون ولا مرة كان يعني عهده للرئيس ميشيل عون ما فيه سلام يعني السلام أنا بقصد أنه ما صار شي يعني إن كان على أصرب عبدة أو على الناس بالشارع وبعدنا عم نحكي على الحمد لله الجرائم أنه ما فيه جرائم ما فيه كذا أكيد بسلام يعني هو إجا بسلام ومحبة العالم أنه بيطلع بسلام ومحبة الناس يعني ليلة عبداللطيف خلينا نترك الطاقعات ولبنان وكل شي وروح معك شوي لقلك أنت احكي شوي هلأ أنت شو عم بتحضرين أنا بعرف أنه بتطلعي على مصر بتعملي دورات بمصر جمعيات خبريني شوي عن شغلك خارج إطار الأضواء العالم ما كتير بتعرفه هلأ في جمعيات بمصر أنا قلي معهم 15 سنة بلبي هالدعوات هاي دي من كل الشخصيات يعني إذا ما كنت ليلة بها الجمعية ما حدا بيفوت فهي جمعيات تبرعات و بيجيبوا كل واحد عنده مثلا بيقدم بيقدموا أكل بيقدموا ألعاب بيقدموا للمحتاجين للي عندهم كانسر للي عندهم لدار العجزة للأيتام كذا أنا بيكون بهالجمعية كمان معهم وفي عندي شخصيات بيقبلهم بمصر مثلا بيقولولي ليلة نحنا جايين عمصر أو بيكون مصر أو شخصيات مصرية مهمة أنت فتع دول عربية كانت أول مرة حدا بيفوت بعالم التوقعات عها الدول في كتير دول عربية اللي هي مصر ما شفت أنا حدا بتوقع من البناء فيتعى مصر بالكويت وبالإمارات بالإمارات أخدوا إذن الدولة اللي أنا عملت قناة الدفرة وبالكويت قناة سكوب مرتين ثلاثة عملت بتونس فبكذا محطة عاملة هلأ اللي هو قلتلك أنه في بعض أشياء في عالم عم تطلب الاشتراكات كنا فاتحين اشتراكات نحنا قبل هلأ لنشوف كيف بدنا نفوت فيها قصة الاشتراكات نرجع العالم عم بتطالب فيها يعني بدل ما كل شهر مثلا يحكوني أو كل شهر بدون توقع تنشوف هلأ 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 نفتح الشركة لأ نشوف يعني مثل اشتراك بصيروا يتابعوا ليلة عليها وبيتواصلوا معها وفي منهم بدون مثلا الأرقام اللي بيقدروا يشتغلوا فيها أرقام الحز كل واحد عنده مثلا ثلاثة أربع أرقام ممكن يقوم فيها يعني مثلا أنا مثلا بحب حسوب لنفرد أنا مثلا يوم يوم 14 بحب يوم 22 مثلا رأمي أنا يوم 2 يعني كل واحد عنده أرقام بحب يعرف أمتى بدي عمل شغل أو بحب أمتى يسافر أو بحب رأم رأم يعني إنت أحيانا بتقلي ليلة في أيام كتير حلوة كانت هذا الشهر وإيام بطلة لبنان بالسباحة خبريني هالخبريني هيدا سنت 79 كنت بطلة لبنان بالسباحة إيه باللونغ بيتش 78 هل أد أخذت ميدالية بالسباحة عن شهاد أخذت ميدالية بالرأس الأجنبي بأوتار كاريتون سنت 80 أنا وخي يعني شفوك ديور ما شهير بس ما شفوك لا داستي كوزو ستارز ولا سبلاش أنا وخي عبودي اسمه عبدالقادر نصولي طلعت أنا ويه الأول بالرأس الروك أندرول القديم بأوتار كاريتون بدي أعملك حلقة على التلفزيون فرجه العالم كيف بترقص ريلا عبدالرقيف روك أندرول بتعملي بعملها بعدك بتعرف ترقص ريلا أنا بدمي الموسيقى وبيدمي بحب الرأس الأجنبي مش العربي الأجنبي وشارقي ولا مر الرأس شارقي إنه عادي بس الأجنبي بحبه أكتر بس الموسيقى أنا بدمي يعني ما فينا عيش بدون موسيقى يعني أنا هلأ بتقلي إذا يوما ما فكرت إنه أفتح ريستوران صغير أو شيء بيكون أجنبي بيكون كله أجنبي لأنه بحب الأغاني القديمة كتير عم بتفكري بالموضوع لك أنا أنا بدي إليك شغلة تقول عن حالي أنا بتحدى بتحدى أي واحد يكون عنده يعني اللي عنده نايت كلاب أو اللي عندهن بيمشون موسيقى بقلب النايت كلاب ما في حدا قدي بيمشي موسيقى حلوة أحيان فوت إيه أنا أحيان فوت على محلات بزهق محلو الموسيقى معقول شوفك شي مرة تكون دي جيت تلعب ميوزيك وتحط بنتقدون أنا مرة مشيت موسيقى بالهاردروك في دبي من كم سنة عجلة تحكي والله خليت العالم اللي عادين على الطاولات كلهم يقوموا ما هي أنت بتفوت على المحل الموسيقى اللي بتشدك فما في قليل لتشوف محلات أنه الموسيقى حلوة فيها قليل قليل بس كما يلا أنه ما بقى فيه كتير أغاني حلوة مش ما بقى فيه أغاني حلوة أنت فيك تخلط القديم مع الجديد في عالم في جيل هيدا رالف ما بيعرفوا أنا عندي الأرشيف من سنة 79 الموسيقى في ناس ما بتعرف هالغنية مين بغنية ما بيعرفوا هالفريق بدألك شغلي أنا حاب يطلب من التلفزيونات في لبنان شغلي وياريت يسمعوا هاي دي الشغلي ويقوموا فيها في ناس عمره 50 و 60 سنة و 65 سنة أو 50 أو 40 ما بيقدروا يروحوا على نايت كلاب كلهم والريد نحنا بدنا نقعد بالبيت نسهر بالبيت مثلا السبت ما في برنامج على التلفزيون بيخليك يشدك تتقعد أنت تحضر مثل هزي أنا واعم مثل العيني اللي كانوا يعملوه من زمان ما فيه ما فيه ما فيه برنامج يعني الجديد كتر خيرة حطت لنا مسرحية لعاد الإمام على الجديد عادنا نحضرها كانوا أول مرة منحضرها نحنا بحاجة للضحكة بحاجة أنه للبرامج تكون هي عم تفوت الإيجابية نحن للأسف كل البرامج التلفزيونيات كلها سياسة مش كلهم بس أنه أغلبيتهم تقوم عبكرة على التلفزيونيات كلها سياسة حتى عشية مستضيفين السياسيين يعني عن جد والله طعبنا وزهقنا بدنا شيء أنه يفرحك بدك برنامج تنبسط فيه أنت وعن تفرج عليه يعني قدام استفقدين على برنامج مثل يلاني يعين اللي كان ينعمل مع توني أبو جاودي قدام استفقدين برنامج مثل استيديو الفان مثل هزي ما عم تحضر كارلا حدا عم تحضر على كارلا هو الوحيدة كارلا في الفرفح في الفرفح البرنامج لا عن جد بدنا توني بارود اللي كان يحط كمان كان عنده برنامج حلو كتير نرجع على الابي سي على الامتي في تعال ننسى أحلى جلسة أحلى جلسة كان حلو كتير وفيه أغاني من نوع يعني احنا بحاجة لهيك برامج أكيد هو الانتاج تبتعرف قداش صار الانتاج اليوم صعب وبنفس الوقت قداش الأوضاع السياسية عم تحكم ببرامج سياسية ويمكن كمان بس أنا بشاتك بس إذا صار فيه هيك برامج عن جد بيكسر الدنيا وبيقدر بيطلعوا خاصة أنه الإعلام اللبناني هو كان الرائد بالإعلام بالعالم العربي كله سوا يعني كل التلفزيونيات اللي مرة كلها على ناتفلكس ناتفلكس وشاهد بتابع مسلسلات؟ بتابع مسلسلات بحب أحضر مسلسلات بس ولا مرة بتابع المسلسل للآخر لأنه بظني مشغولي بس لا بدي أرجع خلصه مين الممثلية اللي عم تلفتك مؤخرا هيك يعني أنت بتحبية بتنطريل عمالها بتشوفية مسلة أو مغنية ممثلة وين مسلمية الليبنانية آه الليبنانية ولا واحدة عجبتك ولا واحدة عجبتك يا ريلا لا ما بحضر سيرين عبد النور حبهم كلهم سيرين نادين جين نادين الراسة وبدعوا كلهم بحبهم بس أنا ما بحضر أنا صريحة لعندك ما بتحضر لبناني مصري أجنب أجنب شو يعني عم بحضر على نتفلكس برامج متحضر على نتفلكس خلص الأجنب أحضر كل شي نيو أمستردام شدني كتير لآخر حلقة حضرتي كله كله عن شو بيحكي نيو أمستردام كل شي بيصير بالمستشفيات اسمه حلو نيو أمستردام كتير حلو كل شي بيصير بالمستشفيات اي كل شي عم بيصير بالمستشفيات وقصص حلوي فيها حكيم نفساني فيها عرفت بشدك بكل واحد عنده شي مهمة بقلب المستشفى كتير حلول هيا نحكي عن ليلى بتحب الأكل ولا مرة بقعد معك غير ما بلاقيك أول شي أنجا بتاكري بس بتنزل أكل بتحب تشوف الأكل منيين قدامك ليش؟ لك أنا بحب أنه أعمل أكل وطعمي غيري بحب نزل أكل يأكل غيري تطبخي أكل كتير طيب صح مشان هيك عم فكر أنه يوما ما أنه أنا ولادي لازم أن نعمل شي لبعدين لا أنا ليك أنا شاطرة بالستيك وشاطرة في بعض أكليت شاطرة فيها المطعم أحيان بيغضرك بس إذا أنت عملت نوعين ثلاثة ما بيغضرك خلص بأن عرف أنه هيدا مختص بهيدا الشي مع هيك ميوزيك حلوة بتفكري تفتحي مطعم بحب 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 لزمان عم فكر أنه شون أترى لبنان لا ما شوف شو سأل بلبنان والله مهما كانت الظروف في لبنان لبنان حبيب بيك تفتح المطعم بلبنان بعمل بلبنان لأ كلهم عم بيروحوا عم مصر هلأ عم يفتحوا بدبي لك أنا عشق لبنان وعشق مصر وعشق السعودية هدول الثلاث دول اللي بعشقهم أنا لأن أمي لبنانية وولادي سعوديين وبي مصري فأنا هدول الثلاث دول اللي بيرتح فيهم نفسيا ومعنويا وإذا بدي أعمل شغل بعمل بهالث دول بس بتقلي لبنان بتتابعك والدتك أحيانا بتتابعني بس كوني على التلفزيون بتعرف تقول لهم دوري للتلفزيون في ليلة بتعطيكي ملاحظات لا دايما بتدعيلي ماما دايما يعني بتدعيلي إلي والأولادي وبتدعي لنا كلنا نحنا سبعة أخوة كلنا قلب واحد الحمد لله مش من فرد أمي باي لكن كلنا واحد سبعة قلب واحد سبعة أخوة وبتشوفي دايما كل إخواتك كل إخواتي بشوفهم وإن من إخواتك بالبنان كلهم بالبنان أخي الدكتور بلانون سولي بضل محيانا بسافر بفينا لأن هو بالطاقة الزرية بمجلس البحوث بالبنان خي عبودي مين أقرب حدا من إخواتك إذا بقلك شيء من البنات هي أختي سناء بتضل معي ولما سافر بتكون معي بالبيت عندي أخواتي صبين ثلاثتهم الدكتور بلال قليل لنشوفه لأنه بضل مسافر عندي يحيا وعبودي يحيا هو بيساعدني بس كون عندي حلقة لأن أنا خطي مثل تخرفش الجيش هو بيكتبه هو خطه أنا بقل له شو بده يكتب وهذا خطه هي خطه هو هو كتب لي كل التوقعات ليك خطه حلو خطه خطات هو خطات أنت خطك الله يستر شاكله أنا لا خطي مش حلو هو يعني كل ما يكون عندي شي بيجي رفت هو بيكتب كمان حلو يعني يحيا بيصيح بطريقة حلوة بسيادك بس هني أنا ويهن أنا ويحيا وعبودي وخي بلال لأن البنات تجوزوا قبل اتنين فبقينا آخر شي بالبيت نحن على حالنا فكنا نطلع نسر سواء نروح سواء من هلأ لرأس السنة ليلة عبداللطيف رح تكون غايبة عن الاعلام ايه بأتقد ايه نعم عم بطلعك هلأ عندي تشجيل حلقة يوم الثانيين على قناة اليوتيوب لأ عم بحكي أنا عن الاعلام عن الاعلام المحلي يعني اللبناني أو يعني بمقابلات تلفزيونية رح تكون أحي�� لا في شي لا لرأس السنة الصيفية هلأ ما بعتقد في شي وبيجي بعدين أكتوبر ونوفمبر ما فيهم شي لا رأس السنة لرأس السنة عندي عندي طالبينا بكندا رح نعمل ساعتين بكندا على رأس السنة ما رح تكوني بلبنان لا ما رح تكون بلبنان وضيت مضيت مع الـ LBC مضيت مع الـ LBC رح تكون على رأس السنة على الـ LBC كمان بني هنسجل قبل لأنه بكندا بدون ياليم وبنفس اليوم. لايف بدونيها بكندا. ايه نعم. يعني انت ما عايدي بكندا على السنة. صحيح. ارى وراكي ورا. الريحك انا هالمرة على كندا. يلا. تاريك هوري. ليش بكندا السنة? لانه سنت الماضي كان بدون. اي اشي اشي. اجد اجد اخره زياد بيعرف زياد بحك له زياد يعني عربي? عربي رح تكون. اه بدك تسأل زياد مبارف على اياك اه كنات. بس انه هني عندهم. زياد يعني هو مدير اعمالي. نعم. هو يلي عم ينسيق هيدا الموضوع. يعني السنة ليلا عبداللطيف غايبة عندنا. هني دقولنا من المغرب. ودقوا من الامارات. ودقوا من من كندا. كنت انا قريدي خلص اتفقت مع الجديد وطلعت مع الاعلامي انشان. هيدا هالسنة عم نحكي. اي. كنت ليلا خلص لسنت الجاي. انا بدي اتشكريك. بدي اليك شكر كتير كبير لانه البيت دعوت ودايما بديك لبي دعوت. بس شغلة صغيرة. بدي اقول انه للناس. اه دايما لما يطلبوا الحجر من الاحجار الكريمة. دايما لما يصروا يجعوا يدقوا لي ويتأكدوا. انه اه انه وصل انه اكيد وصل لهم بس. اه. لانه بيقولوا لي ليلا وصلنا وما حكي تينا. بس يتصلوا علي لقل لهم كيف بدهم يستعملوا. اكيد. انا بدي اقول لك شكري كتير كبير ذا قليك. موعدنا بده يتجدد بعد سنة اذا مش قبل. اه. لانه وجودك معي دايما هيك عنده نكه طور خاصة. اكيد. وبحب ليلا متفاقلة. ليلا متمسكة بلبنان. ليلا اللي بده لبنان يرجع. اكيد. اقوى من كل البلدين. وان شاء الله يا رب. متل ما عم بتقولك. لو شو ما صار هالفترة رالف الصعبة. ما نمرق فترة صعبة نحنا. اه. من هون لاخر السنة ممكن نمرق فترة صعبة. بس شو ما صار لبنان. بازن الله حيكون نمبر وان. وكل بدون يتابعوك يتابعوك كمان على اليوتيوب. كم حمد روضان نمبر وان. نمبر وان. انت نمبر وان بالتوقعات. شكرا لقليك شكرا لكل الاشخاص اللي كانوا عم بتابعونا. شكرا. مارسي يا حبيب.